بسم الله الرحمن الرحيم هل أنت في كرب هل أصابك مرض عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وورد أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اكفني كل شيء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وعن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى إذا طلعت الشمس خرج فتبعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا حتى ندخل على فاطمة فوجدها نائمة فقال يا فاطمة ما ينيمك هذه الساعة فقالت يا رسول الله ما زلت محمومة منذ البارحة يعني مريضة وحرارتها مرتفعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأين الدعاء الذي علمتك فقالت نسيته فقال قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى أحد من الناس ولا إلى نفسي طرفة عين وفي رواية قال ما يمنعك أن تقول ما أوصيتك به قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا الدعاء العظيم إذا حافظت عليه في الصباح وفي المساء وفي الأسحار فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيك من التمكين ما لا يعلمه إلا الله اشتركوا في القناة